بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنعمل التطبيق اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت ازاي اعمل alignment عن طريق بلاست اول حاجة انت بتعملها ده اللي هو الassignment بتاعنا هنا بيقولك انك تخش على الان سي بي اي بلاست المرة اللي فاتت قلنا ان البيلاست ده تابع الان سي بي اي الجينبانك نخش على الهوم بيج بتاعته هنبدأ نخش على البروزر اللي انت تستخدمه ايا كان الفاير فاير او جوجل كروم في السيرش بتاع جوجل هنكتب اهما تكتب بلاست NCBI اهما تكتب NCBI على طول في الريزلت اللي هتطلع هنا الريزلت النتائج اللي هتطلع على طول هتلاقي كلمة بلاست هتضغط عليها بلاست كليك شمال هتفتح معك الهوم بيج اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعت البلاست ده شكل الهوم بيج بتاعت البلاست فيه عندي اول حاجة اللي هو الانواع بتاعت البلاست اللي احنا شرحناها لسبوع اللي فات ان انا متقدر Ella مصر به ما رأيت هذه المشكلة بينما ح Cassius بقدر جد chosen لقد ان انا متقدر بالطلاب الeterl – إن Thor جمعها جب سεخ Hoat لقد ان انا التشغل بلتست mango – gen ان العمر بذلك نيوكلوتايد مترجمة اخر حاجة البروتين بلاست فهنا في التطبيق بتاعي نختار ايه في عندي هنا قلي انك هتضغط على نيوكلوتايد بلاست نيوكلوتايد بلاست هختار هنا من نموذج بتاع نيوكلوتايد بلاست ده شكل الصفحة بتاعت الامبوت اللي انا بدخل فيها الدياتا البيانات عشان تبدأ تطلع لي الاوتبوت المخرجات بتاعت البيانات بتاعتي هنا بيقول لي ان صفحة الريزولتس النتائج اللي هتطلع اتغيرت بقى لها شكل فرمات جديد ولو عايز انك يعني ممكن تقدر انك ترجع لي اللي هو الشكل القديم تاني زي ما انت عايز هي بقى الديفولت يعني بقت الحاجة الرئيسية لو عايز ترجع لها تاني وهنشوف دلوقتي الصفحة الجديدة شكلها عامل ازاي فيه اول حاجة عندي منشوفها هنا ده اللي هو البلاست نيوكلوتايد اللي انا اشغال عليه اعطيك في الشريط اللي فوق ده فيه البلاست بروتين بلاست اكس كل الحاجات دي موجودة فيه عندي بقى هنا اول نرجح كده لالتطبيق بتاعي اشوف بيقول ايه هنا بيقول لي ان انا اعمل كوبي بيست للفاستا سيكوانس اللي هو ده الاكسيشن نامبر اخد الاكسيشن نامبر ده كوبي واعمل له بيست في البوكس بتاع البلاست كوري بيج يعني ممكن يكون انا عندي فاستا سيكوانس ادخل اللي هو سيكوانس نفسه او ان انا يكون معا الاكسيشن نامبر هعمل بيست للأكسيشن نامبر عندي فيه كمان ان انا اقدر اعمل ابلوت فايل من براوزر من ان انا اضغط على شوز فايل ان انا اختار فايل من على البي سي من على الكمبيوتر عندي فاختار لو انا ضغطت هنا يكون انا اعمل له دولود قبل كده فيدخلني على الجهاز بتاعي قدر ان انا اختار فايل ده ويعمل لي فيه ابلود في الكويري بوكس هنا في الكويري ساب رينج اه دي ان لو انا مسلا معايا الف نيوكلي تي ده شغال على الف نيوكلي تي ده بس عايز نعمل من خمسين الى ميتين وخمسين مسلا تقدر تحدد اللي انت عتشتغل من فروم الى تو زي ما انت عايز نشوف كده انا حتى بيقول لهو تقدر انك تعمل من خمسين في الفروم والميتين وخمسين لي تو لو انت عايز تحدد المنطقة اللي انت عايز تعمل لها بس لكن في الاجزامبل ده احنا مش هنعمل مش هندخل في اللي هو الى رينج معين لا احنا هنسيبه بلانك زي ما هو هنسيبه من غير يبقى يعني انا محتاج الداتة كلها تبقى كتيرة فانا هنسيب ده فاضي زي ما هو هنا فيه حاجة مهمة بيقول لي ان انا لو عايز اعمل اكتر من سيكوانس مع بعضه واعمل له بينهم وبعض فانا كده بعمل لسيكوانس اللي انا ادخلته مع السيكوانس اللي انا هدريجه هنا كمان يعني مش هيخش على الداتة بيز مش هيخش على قاعدة البيانات لأ انا بكون عندي سيكوانس مثلا هنا وفي سيكوانس تاني عندي بعمل له ادراج لو انا ضغطة دي هيفتح لي كمان سيكوانس الكويري بوكس زي ده يبدأ ادخل في سيكوانس معين ده يعمل اللاين منت بينهم وبين بعض بس مش هيدخني على الداتة بيز مش هيدخني على قاعدة البيانات اللي في جينبانك فانا طبعا مش هادغط على المربع ده دلوقتي مش محتاجه الجزء اللي بعد كده انا دلوقتي هبدأ ان انا خش على الجزء اللي هو بتاعت شو سيرش ست ان انا عايز اعمل ضبط للداتة بيز بتاعت قاعدة البيانات اللي انا عايز اشتغل عليها ان كانت مسلا دي حاجة جديدة لسه نزلة طبعا بيتا كورونا فيروس عشان كورونا فيروس طبعا هو لسه جديد حتى اعطيك هنا حاجات لي سيكوانس بتاعه فيه جينوميك تاع الهيومان ويه ترانس كريب تاتابيز وفيه الارن اي فيك الحاجات دي كلها فانا فيها كان زمان فيه حاجة اسمها اذر يعني ممكن هيومان او ماوس او اذر يعني ممكن يكون اي كائن تاني انت اشغال عليه فهوما شغلوا الحتة دي فبقى فيه حاجة اسمها نير نير يعني نان ريد انت يعني نان ريد انت بيجيب لك قاعدة بيانات كبيرة جدا بيبقى مرتبط بال اي ام بي ال الدي دي بي جي اللي هي الياباني والاوروبي والان سي بي اي وحاجات تانية كتير كواعدة البيانات كلها يعني هي بيجيب لك قاعدة بيانات كبيرة تبدأ تشتغل عليها وما بتبقاش مكررة وبيجيب لك اعلى اللاين مينتي موجود فيهم فانا دايما بختار حتى هو معامولي النوع دي فالت اهو نان ريد انت اني يوكلو تايد اللي هي اني يوكلو تايد كل اكشن انت بتختار عليها في بعد كده في البوكس اللي بعده كتب لك الارجانيزم فحتى في التطبيق جايب لي ان انا ان انت تختار يعني هنا حتى زي ما قلنا هو ده النير اللي هو موجود في الدي دي بي جي الدي دي بي جي الام بي ال والجي اي اس اس كل دي قواعد بيانات فبيقولك هنا في البراجراف سري ان انت تستخدم قواعد بيانات كتير جدا ده حاجة مش مش افضل حاجة فانت ممكن تقدر تعمل ماتش مع اسبيسيفك ارجانيزم زي مثلا لو حد شغال في معمل على دروسوفلام لانو جاستر فده بيعتبر كموديل ارجانيزم موديل يعني اتعرفوا على السيك وانسي بتاعه كله واقدروا يعرفوا الجينوم بتاعه كله فانك تكون شغال على دي فانت لو مهتم بالبحث ده ممكن تكتب دروسوفلام لانو جاستر تكتب مش تاخدهاش كوبيبست يعني انت لو اخدتها كوبيبست لو انا اخدتها دلوقتي كوبيبست وعملتها في الارجانيزم كده بالشكل ده وجيت اعمل بلاست هيقول لي بيعت لي رسالة يقول لي ان فيه مشكلة في الارجانيزم اللي انت عايز تعمله بس لو حاولت ان انا اكتب يعني لو لو قفت كده هتلاقيه طلع لي سيرش ابدأ اختار دروسوفلام لانو جاستر فبالتالي يقدر هنا يشتغل يعمل لي بلاست عادي خالص لكن في المثال ده انا مش شغال على دروسوفلام لانو جاستر انا مش مهتم بالموضوع ده فبسيب الارجانيزم بتاعتي مفتوحة فبيعمل لي مع كل الكائنات اللي موجودة اللي هو الاقرب حاجة اللي تعمل لي اللاين من انت بعد فانا مش هختار حاجة في الارجانيزم اجي بعد كده لي الضبط الاخير اللي هو البروجرام سيليكشن الابتمايز فور اللي انت عايز المسالي الحاجة المسالية اللي بنسبالك انت خلي بالك هو دايما احنا بنختار الهاي سيميلر سيكونس اللي هو الميجا بلاست فيه الديسكنتينواز ميجا بلاست وفيه البلاستن اللي هو الاخير ده فده الهاي سيميلر ده اعلى سيكونسز ليها درجة تشابه بينها وبين الكويري اللي انت ادخلته فده اعلى تشابه يعني احنا قلنا البلاست بيقسم النيوكلوتايد او الامينو اسيد الى مجموعة من الوردس كلمات اللي احنا قلنا عليها الكيتيوبل فالهاي سيميلر ده بيجيب تماما وعشرين حرف اللي هم يعني تمانية وعشرين ويبدأ يقارنهم الكلمة بتاحته بتبقى عبارة عن تمانية وعشرين حرف فده بيقارنه مع مع بعض ككتلة واحدة فطبعا بيطلع لك اعلى سيميلاريتي موجودة او اعلى تشابه كمان يعني ده بيطلع لك التشابه متوسط اخر حاجة ده بيقولك لو في درجة اي تشابه اي اي تشابه بينها وبين الالايمنت يبدأ فهنا في المثال طالب مني ايه في المثال ده في عندي في البروجرام سيليكشن قال لي انك هو طبعا اعرض لالتلاتة اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي لكن هو في في الاجزامبل ده في المثال ده عايزك تختار اللي هو الابتمايز فور ساموات سيميلار سيكونس اللي هو البلاستن اهو هابدأ ان انا اختار اللي هي رقم تلاتة اللي هو البلاستن انزل تحت كده في حاجة اسمها الالجوريزمي برامترز اللي هي البرامترز اللي هو على اساسه بيبدأ انه هو يطلع الداتا بتاعتي فانا هي بتبقى ديفولت انا ما بحبش ان انا غيرها ومنصحش حد انه هو يبدأ يغير فيها حاجة هي بتبقى طبعا اوتوماتيك بيبدأ يضبط البرامنترز بتاعته دي اوتوماتيك يعني انا مش محتاج ان انا غيرها هو هنا بيطلع لك اكتر ميت سيكونس او نقول عليه هتس بقى اكتر هتس ميت هتس موجودين في الهوم بيج اللي عتطلع لك في الريزلت في صفحة الريزلت اكتر مية هما ليوم درجة القرابة وممكن يكونوا يبقوا قليلين عن مية هما بيزودش عن مية هنا التارجت بس انت ممكن تغيره انا ممكن اغير بتاع ده فممكن هو بيطلع لك اقل من مية لو ما كانش فيه مية لكن عمره ما هيزود عن مية عشان انت هو هنا الديفولت بتاعه مية كمان قلنا الورد بتاع 11 كلمة تقدر تزوده هنا في الصموت لو انا زودت هنا عملت في الهاية هتلاقى 28 حرف زي ما قلنا ونخليها زي ما هي هو البلاستن انا ما بغيرش الحاجات دي كلها لان دي سكورينج هو عطيك الماتش والميس ماتش سكور هنا اتنين للماتش والميس ماتش عطيك سالك تلاتة وعطيك هنا لي سكور برضو للجاب فنيجي بعد كده على فيه حاجة اسمها الفيلتر اند ماسكنج الفيلتر اند ماسكنج دي احنا دلوقتي فيه ناس اللي هي اشتغلت على الموضوع ده وعملت الالايمينت ده بيلاقوا فيه حاجة لو بصوا في السيكوانس اللي معمول واحنا هنشوفوا دلوقتي مع بعض هيلاقي فيه حروف صغيرة نيوكلتايت صغيرة سمول حروف سمول وقصتها في موجود حروف الكابيتل عادية فده احنا بنقول عليه المناطق دي اللي بيعتقد ان هي فيها اخطاء يعني ممكن تلاقيها بولي اي بولي تي اللي تبقى في نهاية السيكوانس ممكن السيكوانسيج بتاعك ما يكونش متعرف عليها فعطيك حروف زي ما احنا اخدنا قبل كده فيبدأ السيكوانسيج يحطولك حرف الاقرب فهنا بيعمل فيلتر او ماسكنج البرنامج في برنامج هنا بيعمل ماسك بيبدأ يغير لك الحرف اللي هو الاقرب للصواب لكن الحاجة المهمة جدا ان هو ما بياخدهاش في الحسابات اللي هو بيجمع حالك في الاخر يعني نسبة الايدنتيكال اللي موجودة نسبة التماسل او التطابق اللي موجودة ما بيكونش يواخد في اعتباره الجزء اللي هو كان معمول له ماسكنج او فلتر اللي هو المنطقة اللي احنا نقر عليها اللي هو بلكستي ريجونز هنشوف دي الوقت مع بعض فانا منطقة الارجوليزم دي انا ما حيبش افتاحها اصلا هي بمعمولة دي فولت اوتوماتيك مزبوطة لوحدها بتيجي مس هنا على الجزء ده قبل ما بضغط بلاست عشان يعمل مع الديتابيز فيه في جزء هنا شو ريزلتس نيوت ويندو يعني ممكن انت تضغط دلوقتي يبدأ يحمل لك الصفحة الجديدة لكن انا بحب اضغط على دي اللي هو بيفتح لي النتائج بتاحت فيه ويندو جديد هنا قد دلوقتي هضغط على البلاست كمان من الحاجات المهمة اللي في البلاست هو بيطلع لك انه هو بيحمل يعني بيحمل اوتوماتيك حتى بيقول لي هنا فيه الاسايمينت كمان بيقول لي ان هو زا بيج ابديتس بتعمل بتحدس نفسها اوتوماتيك وانت مش محتاج انك تعمل لها ريفريش ات تعمل لوحدة دي الصفحة الجديدة اللي هو قال عليها في الهوم بيج الصفحة الجديدة بتاعت النتائج مختلفة تماما جدا عن الصفحة القديمة هنا حتى بيقول لي باك تراديشنال ريزلت بيج لو انت عايز ترجع للصفحة لو انت متعود مثلا على الصفحة القديمة وحبيت ان ترجع للصفحة الشكل القديم لكن انا شايف انها شكلها جميل جدا ومنصقة حلو خالص جميلة ففي عندي هنا بتعمل لو عايز تعمل ادت للسيرش بتاعك اللي احنا قلنا عليه اللي هو الصفحة دي عايز شوف البحث بتاعك في عندي في حاجة اسمها الجوب تايتل بتاعك اللي هو السيكونس اللي انت عشتغل عليه موجود في الاسم ايه لو عايز تعمل ده ولود اول لكل الريزلت اللي طلعالك في البحث اللي انت عملته ده هيبقى له مدة صلاحية اكسي باير وبعد كده هيتلغي يعني انت ممكن ترجع له تاني في نفس الوقت هينتهي يوم 4 اربعة الساعة تلاتة اه 39 ام صباحا ده اللي هو الاسم باير بتاع الشيرش بتاع البحث بتاعك في عندي البروجرام اللي انت اشغال عليه قلنا اللي هو البلاثن فيه citation بقى كمان لو انت مثلا شغال بيبر وحبيت تجيب الريفرنس بتاع الريفرنس بتاع الدياتا اللي انت شغال عليها دي تقدر انك تاخد ده copy paste وتحطه في البيبر بتاعك في البحث بتاعك الدياتا بيز اللي انت شغال عليها اون النيوكلوتايد وتقدر تعمل لها عرض فيه الكويري اي دي اللي هو بتاع الاكسيشن نمبر وصف ليه الملكيول الملكيول اللي انت شغال عليه نيوكلك اسد حمض نووي الكويري لينز كل الحاجات دي موجودة معاك هنا كمان لو انت عايز تعمل distant tree of results انك تطلع النتائج بتاعتك عبارة عن شجرة للقرابة وهدي المرة الاسبوع الجاه هناخدها ان شاء الله البوكس بقى اللي ظهر لك هنا دي على اليمين ما كانش موجود قبل كده ده الفلتر بيعمل فلترة للنتائج لو انت عايز تعمل فلترة ازاي لو انت عايز تحدد ارجانيزمه معين زي ما قلنا كمان لو انت مثلا عايز تحدد اللي هو نسبة التم след من كم لكم من خمسين في المية الى تسعين في المية من تسعة وتسعين في المية الى مية في المية اللي هو النسبة المتوقعة او القيمة المتوقعة عيشة من كام لكام قلنا كل القيمة المتوقعة دي كل ما كانت قليلة كل مكان الالايمنت بتاعي افضل ليه افضل ليه بقى لان قلنا القيمة المتوقعة دي كل ما كانت زيادة كل ما كانت نسبة الصدفة اعلى يعني يعني نقول مثلا الكويري سيكوانس اللي انت ادخلته اللي انا دخلته ده ممكن يكون لو النسبة المتوقعة عالية الاي فاليو عالية يكون نتيجة الصدفة متمثلين او متطابقين نتيجة الصدفة لكن لو كانت الاي فاليو كل ما كانت قليلة ده دليل ان ما يكونش في صدفة في الموضوع لا ده الموضوع ده راجع للتطابق فقط ده بالنسبة للجدول هنا بيطلع لي النتائج اللي موجودة دي فيه اربع اشكال فيه الحاجة الرئيسية فيه الجرافيك سامري وفيه التكسونومي انت قلتلك بيطلع لك اعلى مية زي ما قلتلك لو انا محجم الداتا يعمل فيلتر للداتا بتاعتي هتبقى ممكن تبقى اقل من مية لكن انا عشان سيبها مفتوحة فهو عطاني هنا ميت سيكوانس او ميت هاتس زي ما قولنا الاعلى قيمة لو شفت بصيت على كل الداتا اللي موجودة دي هتلاقى هيبر لينك يعني هيبر لينك ان لو ضغطت عليها تبدأ تصفح تعملي تصفح للمكان ده كمان انك بتعمل سيليكت ممكن تعمل سيليكت مثلا لدول بس فلو حبيت تعرض الجرافيك سامري من هنا فهيقرض لك اللي انت علمتهم بس لكن انت لما بتختار كلهم بيعمل لك جرافيك سامري المين لكلهم بيطلع لك الداتا بتاعت الالايمينتز بتاعت كلهم التاكسونهم بتاعتهم كلهم كل الحاجات دي الريزلت انه طلعالي بقى هنا فيه الاكسيشن نامبر في البرسنت ايدنتي نسبة التماسل شايفينها 100% 99% 89% 92% لكن هو السورت باي اللي هو التصنيف اللي هو عملهولي عن طريق مين الاي فاليو يعني لو انا ضغطت هنا لو بصيت هنا عملت سورت باي بيرسنت ايدنتي لو انا عايز اعمل تصنيف ليهم من اكتر حاجة من نسبة اكتر حاجة ايدنتيكال لغاية تحتم في المية دول تقدر تعملهم بمين بالبرسنت ايدنتي لكن هو دايما او الديفالت اللي هو معمول هو مين اللي هو السورت باي اي فاليو هو طبعا جاي صفر 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 قلنا ليه لان طبعا انا مختار او مش محجم الداتا معينة فهو عطاه لك صفر فدي حاجة كويسة الصفر دي كويس جدا فهو طبعا لما بص عن الكلوتات بيبع عشرة قس سلب ثلاثة وهنشوف النتائج بعد كده بتديني يعني مثلا واحد اي سلب ثلاثة يعني واحد اي سلب ثلاثة هنشوف النتائجة دي بعد كده او حاجة زي كده يعني دي معناها اللي هي واحد فعشرة قس سلب ثلاثة نيجي بعد كده للريزلت بتاعة الجرافك سامري او نبص الاول على السؤال هو طالب مني ايه في السؤال بتاعي اللي انا هحلو او فيه هنا حاجة مهمة بيقول لي ان اللي هو رقم ثلاثة ده يعتبر اللي هو الفعلية لو انا بصيت كده على اللي هي بتاعة مين اللي هي اللي هي الفعلية الحاجة الفعلية بتاعة طب هنا بيقول لي مثلا ايه هو الارجانيزم الكائن اللي بتاعه بيحتوى على سكور الفين تلتمية وسبعين واربعة وتمانين في المية ايدي انتيتي نبص كده نشوف فين الكائن اللي بيحتوى ده فيه حاجة اسمها طبعا الماكس سكور قبل ما ننسى ده نسبة التماسل او عدد الكواعد اللي حصل لها اللي من ده التوتال سكور اللي هو برضو الماكس سكور يعني وزي بعض فيه الكويري كوفر ده نسبة مية في المية يعني الكويري كوفر يعني الكويري بتاعي سيكوانس مغط قد ايه من الداتا بيز اللي انت شغل عليها مغط كام في المية من الداتا بيز طبعا دي حاجة كويسة جدا وهنا الـ زي ما احنا قلنا فاحنا مندور على كام على نسبة او عدد وثمانين في المية و الفين تلتمية وسبعين اهو لو بصيت هنا اهو هتلاقي الالفين تلتمية وسبعين ده الماكس سكور بتاعها وكمان نسبة بتاعتها اربعة وثمانين وتلاتة في المية اه تلاتة من مية في المية لو بصيت بقى نشوف الارجانزم بتاع اللي هو انت ممكن تاخد ده بقى كوب بيست زي ما انا واخده كده كوب بيست وتحطه فين في تحت السؤال يبقى انتا كده عرفتي ان ده ده الامح ده نسبة التمثل بتاعته اربعة وثمانين في المية والماكس سكور بتاعه اللي هو نسبة السكور القيمة اللي طلعالك 2370 ده بحنا كده حلين اول سؤال فنيجي الاول قبل ما نرجع لنشوف كده عرض للجرافيك سامري انا بص على الجرافيك سامري كده بتطلع لعبارة عن الوان مختلفة الالوان المختلفة دي هي خمس الوان فكل نبص احسن عليها على النتيجة اللي قدامي دي ده الكويري بتاعي ده الكويري اللي انا شغال عليه بقسمها لك بقى هنا فوق الالايمينت سكور فيه من اول اسود لغاية الاحمر فكل مكان كل ما اللون يقرب من اللون اسود كل مكان الالايمينت بتاعتي قليلة او ضعيفة كل مكان الالايمينت بتاعي بيعلى الفوق كده كل مكان المكس سكور بتاعي عالي جدا. الالايمنت سكور بتاعتي عالية. فاحنا مسلا ده عندي الاحمر والبنك ده. ده الماكس سكور بتاعهم عالي. الاخضر والازرق ده متوسط في الالايمنت. والاسود ده بيبقى اللي هو الاقل فيهم اللي هو الالايمنت بيبقى قليل. فكل ما انا اتجهت ناحية الاسود فكل ما كانت بتاعي الالايمنت بتاعه ايه? الاسكور الاسكور. وقلت لك زي ما قلت لك قبل كده ان كل دي كل الخطوط دي يعني لو وقفت كده على الصفحة على السطر الاولاني ده فتح اللي بتاعه وفتح لي كل حاجة. لو انا ضغط عليه هيبدأ يفتح لي الالايمنت بتاعه والداتا بتاعته كلها. كل الحاجات دي هايبر لينك زي ما قلنا. نيجي لي اللي هو الالايمنت الفعلية بقى. المحاذاة الفعلية لو ضغط عليها بيعرض لي الصفحه بتاعتي عن طريق الالايمنت بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بيبقى عرض لك الالايمنت في صورة الالايمنت يعني ده عندي الكويري وان بيجيب لك ستين نيوكليتي ده فكل مرة يعني من ستين من واحد لستين ومن واحد وستين لمية وعشرين ومية وعشرين لمية وتمانين ولي غاية ما يخلص السيكونس كله هنشوف هنا زي ما قلنا ده نسبة الايدنتيس اللي هو نسبة التماسل ونسبة الجاب مفيش جاب ودي فيه حاجة اسمها اللي هو البيتس سكور اللي هو بترضو اللي هو الماكس سكور فهنبص هنا مسلا ده الكويري وده السبجيكت اللي هو موجود على الداتا بيز وعطيك يعني هنا عشان هنا مختار المية فهو عارض للمية كلهم يعني لو جيت هنا هتلاقي ده الالايمينت رقم اتنين بعد كده ده الالايمينت سري لكن لو انا حددت زي ما قلنا في الصفحة الرئيسية يعني لو جيت مسلا على الديسكريبشن كده على الصفحة الرئيسية هلغي سيلكت قول ده واعمل اختار اللي اتنين دول بس واعمل لهم عارض للالايمينت فيبدأ يظهر لي مين اللي اتنين دول بس نيجي مسلا نبص على اول واحد ده نسبة الايدنتيس برضو عالية جدا مية في المية هو يعني مية في المية مفيهوش اي اختلاف او اي حاجة لكن لو بصنا كده مسلا كل الحاجات اللي معمول عليها شرطة دي اللي هو الماتش يعني دي الماتشز اللي موجودة طيب لو بصيت مسلا كده مشيت هنا مشيت لقيت حتة كده اسمها ايه 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 كلها وجايبها لي بالاسمول دي قلنا عليها المنطقة اللي احنا قلنا عليها اللي بيعمل لها ماسك عشان يبدأ قلنا في دي منطقة بتبقى عبارة عن منطقة بتبقى خطأ فيبدأ ان هو يغيرها ويعدلها ويعمل لها ماسك لكن ما بتنتخدش في الحسابات بتاعة الايدنتس لو ماشينا كده وبصينا هنلاقي ايه كمان هنا طبعا مش هتتشوف اختلافات كبيرة لان نسبة الايدنتس بتاعته نسبة كبيرة جدا وعالية جدا 100% لكن ممكن ننزل على اللي هو تحت ده اللي هو 99% نبص هنا في مافيش شرطة ده معنا ان في ايه هنا مافيش ماتش دائمة ميسماتش يعني دي ميسماتش يعني عدم التطابق مفيش تطابق ما بينها دي جي و دي تي وننزل كده شوية تحت كده نبص كده على الحتة دي الجزء ده عطيك جاب فجوة مكان المكان اللي هو ده قلنا عليها اللي بيحصل لعملية الاندل اللي هو لو حصل insertion او deletion، في حصل بيعمل لك شرطة لكن هو موجود في التاتابيرز هنا، في احنا منشوف ايه التغييرات اللي حصلت كانت شكلها عمل ازاي، حتى دي المنطقة اللي احنا قلنا عليها برضو اللي هي نبص كده كمان نشوف اهو لكم بالكست ريجون ايه تاني المنطقة اللي بتبقى البولي ايه او البولي تي الحتة دي مهمة جدا نيجي بعد كده اه ليه التاكسونومي هنا بيبدأ يعمل لي تاكسونومي وبرضه هيعمل لي التاكسونومي ده ليه الهي اللي انا عطيته او الهاتس النمبر اوف هاتس اللي هو اتنين اللي انا جبته بيديك النتيجة بتاعت التاكسونومي عندك هنا في اللينيج اللي هو النسب بتاعه في الارجانزم في التاكسونومي اللي هو المهم بيعادل لك النتاج بصورة مفصلة زي ما انت عايز وكل الحاجات دي هايبر لينك زي ما قلنا عليها قبل كده ده شكل البلاست بتاع النيوكلوتايد زي ما احنا شفنا كده وازاي من نتعامل معاها وازاي من نتعامل مع البلاست في النيوكلوتايد نجي في التكملة بتاعت نكمل مع بعض بقى هنا بعد ما جايبنا على السورة الاول هنا بيقول لي ارجح تاني البلاست هومبيج للصفحة بتاعت الهومبيج واختار منها تي بلاستن هلغي بقى هاقفل اللي انا كنت فعله ده واروح على البلاست العادي ممكن تخش من هنا تعمل هنا او انك تختار تي بلاستن من هنا على طول زي ما تحب فنمشي خطوة خطوة زي ما هو ما قال لي هنفتح للهومبيج بتاعته هنلاقي تي بلاستن اللي هو بيبقى امينو اسد بروتين معايا بس انا بقرنه بقعدة بيانات نيوكلوتايت بتاعة دي ان اي بس ما لها مترجمة قعدة بيانات مترجمة دي ان اي مترجمة هاختار من هنا على تي بلاستن زي ما قال لنا ومنه هنفتح على هاختار بقى قوبيبيج تعطيك البروتين اي دي اللي هو الاكسيشن نمبر بتاع البروتين اللي انت عايزك تشتغل عليه تبحص عليه فاخدوك باست كوبي واروح على الكويري بوكس زي ما قلنا المرة اللي فاتت وعمل باست وهنا مش هختار اي رانج ليه هو قال لي هنا انت بتسيب الي اوز نير هو خلاص انا خطرت النيير ديفولت وبسيب بقيت كل حاجة ديفولتي زي ما هي للاست سيب الاوبشن بتاعها كل الحاجات الاعدادات اللي موجودة اسيبها زي ما هي default اساسية حاجات اساسية وابدأ ان انا اعمل عرض للview للresults النتائج بتاعت الصفحة بتاعت النتائج واشوف بقى هنا عايز مني اعرف ايه هي ال alignment الفعلية اللي موجودة هنا هابدأ اخش على ال alignment الفعلية وهنا اختار بيقول لي السؤال بقى هنا بيقول لي في alignment رقم 12 نسبة ال identical amino acid ال amino acid للاحماض الامنية بالنسبة لل amino acids كلها الكلية نسبة ال identical بتاعتها كام هنبدأ دلوقتي نخش على sequence ال blast هنا اسيب كل حاجة default زي ما هي جاهزة بس هضغط على ان انا اعرض ال results بتاعتي في new window هضغط على blast وهي تبدأ تحدث نفسها automatic على حسب سرقة النت بتاعتك طبعا بيكون النتيجة بتاعتك اسرع وهي قلنا دي طريقة سريعة جدا في alignment هتطلع للنتيجة بالشكل ده اللي احنا شفناه قبل كده بس مختلف تماما هنا برضو اعطيك data اللي هي اللي انت عملت عليها بحث لكن هنا مثلا المولوكيول اللي هو شغال عليه اللي هو ال amino acids اللي هو احماض امينية لان ده بروتين والكوري لينس بتاعه 2713 كمان هو هنا في ال data base بيختار طبعا قلنا بيبقى dna مترجم يعني وبيبقى وده النوع program اللي هو شغال عليه التي بلاستن لو عايز تعمله download طبعا تقدر تعمل download وهنا برضو الفلتر زي ما انت عايز ممكن تعمل تحدد organism تبدأ تحدد percent identity تحتك من كامل e value من كامل من كامل من كامل ده filter وتبدأ تغير فقلنا هنا بيطلعلك اعلامية hits موجودين وتقدر كمان تعمل هنا download للفاستة complete لو تقدر تحدد دول كلهم فتقدر انك تعمل دولود لهم كلهم للسيكوانس بتاحهم كلهم ال alignment وعرض لك هنا برضو description الوصف graphic summary ال alignments وال taxonomy وعطيت برضو هنا التأسيمة بتاعتك او الصورت باي كان عن طريق e value زي ما قلنا بيبقى default لكن انت تقدر تعدله زي ما انت عايز فهنا بيسألني بيقول لي ال alignments الفعلية ابدأ اخش على ال alignments الفعلية اللي موجودة فين في الرقم 12 رقم 12 فانا هشوف كده هلغي طبعا ال select ده خالص وهبدأ انزل تحت على رقم 12 بس ممكن نختار اول واحدة عشان ابدأ اعمل لكم مقارنة بينهم ومن بعض وتبدأ تبدأ تعد ال head بتاعك 3 4 5 6 7 8 9 10 ادي 12 وتحدده برضو هو اعطيك هنا بيانات بتاعتك ال E value جميل جدا صفرة هو هتتطلع بقى ممكن انت عايز تعمل الجرافيك سامري اللي الاثنين دول بس فانت عندك عطاك ل two subject sequences وقلنا لونهم احمر فده دليل ان هم اعلى alignments موجودة برضو نسبة alignments بتاعتهم عالية فيه نجيب بقى اللي هو alignments الفعلية فيه بيطلع لك انا اعطيك اللي اتنين دول اللي هو انا اشغال عليه ده رقم 12 اللي هو تحت ده فهشوف مع بعض احنا عارفين انه هو amino acid معين بس هنا result النتائج اللي طلعه مختلفة شوية عن اللي بتاعت النوكلوتايد ليه بقى فيه عندي هنا فيه العطيك الكويري اللي انت اشغال عليه والsubject اللي انت اشغال عليه برضو بديك 60-60 amino acids وده اللي موجود في الdatابيز واللي بينهم الاتنين ده اللي بين الاتنين دول ده اللي هو تطابق اللي فيه تطابق تمام ونبص مع بعض كده عطيك فوق النتائج اللي عطها لك هنا ده النتائج اللي هو عدد القيمة اللي طلعت لك في الidentical في الidentis اللي هي نسبة التطابقات 713 ل713 وده نسبة 100% البوزيتف اللي هي احنا نشوفها دي بتعني التشابق ليه لان احنا عندنا فيه حاجة اسمها التطابقات لكن فيه حاجة اسمها التشابهات هنشوفها دلوقتي يكون الامينو اسد مختلف يعني الامينو اسد اللي موجود في الكويري مختلف عن الامينو اسد اللي موجود في الداتا بيز لكن هما متشابهين كيميكال مع بعض يعني كيميائيا هما التشابهين فبيديني هنا فيه في نسبة التشابه الفريم اللي احنا قلنا عليه اللي هو فيه البروتين بياخد بلاس تو يعني اتنين نيجي مثلا نشوف الحروف الصغيرة دي زي ما قلنا دي اللي هو اللي هو المناطق اللي بيبقى فيها اخطاء وقلنا ما بتاخدش في الحزبان ان هي الاحصائيات اللي في الاخر كمان نبص على اللي هو اللي هو اللي أنا عايزه اللي أنا شغال عليه اللي هو بيسأل عليه في السؤال بيقول نسبة الـ قد ايه نسبة هنا عندي على هنا 600 بيقول 624 من 714 يعني نسبة 87% identical تطابق 100% بالنسبة للحرف وبالنسبة ل كمان التشابه لكن هنا اعطيك نسبة 90% طب الفرق ده فين الفرق ما بين الفرق اللي بي بين 649 الى 624 قلنا ده علي مين التشابه كميائيا بس فبتشوفه ازاي بتشوفه عن طريق انه هتطلق بلاس يعني علامة الزائد اللي بين الامينو اسد اللي مختلفة يعني هنا الامينو اسد بتاعك اللي هو اس وهنا ايه هم طبعا مش ايدنتيكال يعني مش متطابقين لكن هم في التشابه فبيديك نسبة لكن ده مختلف عن مين عن النيوكلوطايد لان السيميلر هي النيوكلوطايد لان هناك ده اربح قواعد لكن هنا الامينو اسد بيبقوا متشابهين مع بعض كيميائيا وزي ما قلنا ده شكل الميسماتش يعني هنا هنا فيه ميسماتش مفيش تطابق وكمان عطيق اللي هو نشوف الجاب مع بعض فيش جاب هنا الانلايمنت بتاعتك view اللي انت عايزت تعدادها هي طبعا bear wise ممكن تقدر انك تعمل لها dot يعني انت عايزت يشوف عن طريق نقط هو بيعطالك كده الكويري والسبجك على طول هنا بقى ما عطالك شي اللي هو اللي هم متشابين في النص فاعطيك هنا نسبة التماسل عن طريق نقط في database لكن ده الكويري اللي انت بتبحث عنه واعطولك 6060 برضو زي ما قلنا لكن لو بصين هنا بقى في اختلافات فهنا عطيك ممكن ما يبقاش فيه هنا فيه اختلاف يعني mismatch هنا فيه mismatch وهنا فيه mismatch لكن اللي كان اللي هو identical لبعضه بيبقى محطوط لك عبارة عن نقطة وكمان مش مبين هنا similar اللي هو positives اللي هي مش مبين similar اللي موجود يبقى نسبة التماثل الفعلية عندي هنا 87% يبقى ده حل السؤال بتاع البلاست وازاي انك تبحث عن البلاست غير كده كمان انك تقدر تستخدمه انه يعملك فيلوجيني شجرة قرابة للسيكوانس او الهيتس اللي طلعت لك وان الطريقة دي طبعا طرق ارشادية ما تقدرش تعتمل عليها اعتماد بس هي طريقة سريعة جدا وكمان مجانية وتقدر تستخدمها في اي وقت ان شاء الله يكون افدتكم النهاردة ولو فيها اي اسئلة نرجحها مع بعض على الكلاسروم وتحياتي ليكم سلام عليكم